تحقظ مفاهمك مثل كل مدالتين الاتيتين بيانية وحد مجر مدى كل منهما 4A و 4B نبدأ ب 4A قلنا نوجد قيمة X في Y وبعد كذا نمثلها بيانية طيب قيمة X نوجدها من المقام نسوي المقام بالصفر وذلك نوجدها إذا نقول X زائد 4 يساوي 0 X إذا ننقل لأربعة للطرف الثانية هتكون سالب أربعة وإذن وال H يساوي سالب أربعة طيب ال Y هنا ال Y على طول نقول واحد إذن ال Y يساوي موجب واحد الآن نمثل هذه القيم بيانية طيب ال X هنا يساوي سالب أربعة هذا ال X هذا ال Y هنا واحد سعين ثلاثة أربعة هنا وال Y هنا موجب إذن هنا إذا مثلنا هذه القيمة بيانيا نرسم خطوط تقارب أفقي ورأسي راح تكون لون الأحمر طيب الآن نرسم خط تقارب رأسي عند الأربعة هنا إذن خط التقارب الرأسي راح يكون بالشكل التالي وبعدها نرسم خط تقارب أفقي بالشكل التالي بالجهة المعاكسة إذن هذا خط تقارب الرأسي وهذا خط تقارب هذا خط تقارب الأفقي وهذا خط التقارب الرأسي بعد كده نحدد ال A ال A هنا كان سالب 2 ال A هنا يساوي سالب 2 إذن راح تكون الرسم بشكل التالي بالجهة المعاكسة إذن نرسم كده والمنحة الآخر نرسم بشكل التالي كده انتهينا من رسمة أربعة طيب ننتقل هنا الأربعة بي نفس الكلام هنا نساوي المقام بالصفر لاحظة هنا ثلاثة مضروبة في قوس إذن نضرب الثلاثة في ال X وفي السالب 1 إذن راح تكون عفوا هنا ما موجدنا المجال المدى طيب المجال هنا المجال هنا X بما أن ال X لا تساوي ماذا سالب 4 المدى Y بما أن ال Y لا تساوي ال 1 طيب ننتقل هنا نضرب الثلاثة مرة بال X مرة بالسالب 1 راح تكون ثلاثة X ناقص ثلاثة يساوي صفر ننقل الثلاثة X للطرف الثاني راح تكون موجب ثلاثة الآن نقسم على الثلاثة هنا وعلى الثلاثة إذن ال X راح تكون كام X يساوي 1 وال Y هنا كام تساوي ال Y هنا تساوي على طول سالب 2 سالب 2 تساوي الآن نتحدد قيم بالرسم البياني هنا 1 وهذا خط تقارب X وهذا ال Y هنا 1 ال Y هنا سالب 2 فهذا سالب 1 هنا سالب 2 نبدأ برسم من الخطوط هذا خط تقارب رأسي ايضا هذا خط تقارب افقي الان نحدد قيمة الاي الاي هنا كم هي يساوي واحد اذا الرسمة رح تكون بالرسمة الاصلية اذا رح نقول هنا هكذا ايضا للاي اذا هذه هي رسمة هذه الدالة طيب ننتقل الان تحديد المجال والمدى المجال المجال من ناحية الاكس بما ان الاكس لا تساوي الواحد المدى الواي بما ان الواي لا تساوي سالب اثنين اشتركوا في القناة